في نفس الاتجاه إذا ما ذهبنا إلى الصيام وأنا أأخذ الصيام مثالا هنا لأنه قرين الصلاة وهو مثال يقرب معاني العبادات الأخرى فالوقت لا يكفي لتناول كل العبادات من نفس الكتاب من الجزء الثاني من نفس الطبعة علل الشرائع صفحة 296 باب 108 هشام بن الحكم الرواية الثانية قال سألت أبا عبد الله عن علة الصيام قال العلة في الصيام ليستوي به الفقير والغني وذلك لأن الغنية لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير لأن الغنية كلما أراد شيئا قدر عليه فأراد الله أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغنية مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع فأجابني بمثلي جواب أبيه دلالة من دلالات الصيام وفحوا من فحاوى الصيام